الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تتعلق لنا طبعا بمكون جغرافية القسم الخامس المرجع هو طبعا الجديد في الجماعيات الدرس الخامس العنوان هو مميزات وطني الأنهار والسدود الأنهار والسدود نشر على بركة الله إذن الأهداف من الحصة هو تعريف النهر والوادي والحوض النهري كيف تتوزع الأنهار والسدود ومع منجزات المغرب في مجال السدود ما مجالات سعمال مياه الأنهار والسدود وسبل حمايتها من الأضرار التي تهددها نعم عمش قلوا لهم عشنا عرفوا تعريف ديال طبعا النهر أتعرف عناصر تساعدوا على درس التروة اللي هي النهر أمدوب النهر أتعرفوا معنا النهر طبعا عدنا الجدول طبيعة النهر منطلق مصاري ثم نهاية مجرى سنرى النهر أولا في الصورة هذا نهر أم ربيع قرب طبعا مدينة زمور هذا هو نهر أم ربيع إذن فالنهر شنا هو هو مجرى مائي له منطلق لهو منبعه ثم عنده نهاية مجرى لهو مصبه إذن طلاقا من هذا ممكن يعطيه تعريف النهر هو مجرى مائي لهو منطلق المصاري اللي هو منبعه ولهو مصبه أين يصب طبعا الصبيب النار هي كمية الماء بالمتر مكعب التي تنسابه في كل ثانية هذا هو الصبيب الصبيب النار هي كمية الماء بالمتر مكعب يعني في كل ثانية الآن سنتعرف على الوادي أو الوادي طبعا عنده هالدفة وهالدفة وطبعا عنده ذكر منخفض إذن فطبيعة الوادي تداريسية منخفض طولي شكله منخفض طولي طبعا يسيل عبره ماء النار يسيل عبره ماء النار إذن الوادي طبعا هي واحدة تداريسية عنده منخفض طولي يسيل عبره ماء النار منخفض طولي عنده ضفتين ثم أتعرف معنا الحوض النهري لاحظوا معي هذا الحوض النهري هو حوض دي الأم الربيع ترى في غادي يمتد طبعا وهو امتدادات وعنده كذلك هذا الحوض عنده روافد إذن الرجوع هنا طبيعته منطقة امتداد النهر وروافده هذا الحوض النهري منطقة امتداد النهر وروافده شكله عنده نطاق امتداد جريا النهر وروافده ثم دوره تحديد مجال رص التروى المائية لترشيد سمارها إذن سنعطي تعريفا لكل من النهر النهر مجرى مائي له منبع ونهاية مجرى هو مصبه أين يصب إلى بحر تعريف الوادي عبارة عن منخف الطولي له تجري فيه مياه النهر الذي تجري فيه مياه النهر والحوض المائي لأنه هو المساحة الأرضية طبعا الشاسعة التي تشمل النهر وجميع أجزائه من روافد حتى إلى المصب حتى إلى المصب إذن تعريف عندنا طبعا النهر ثم تعريف الوادي ثم تعريف الحوض المائي بعدها أتعرف توزيع الثروة المائية بالمغرب من خلال نهر سدود نعرف توزيع الثروة كيف يتمثل ألاحظ خارطة هذه الخارطة قدامنا طبعا المفتاح يعطينا هنا نهر دائم جريان وهنا نهر موسمي في هذه التقطعات إذن ها هو ما عندنا طبعا بحل الأسبوع برقراق الرابيع تنسيف هنا كينا تاني آآ درعة ها هو درعة هنا وهكذا هنا ملوية إذن شاهدوا السؤال ألاحظوا طبعا الخارطة وأرصدوا نهران يصبوا في البحر الأبيض المتوسط وآخر في المحيط الأطلنطي ها هو هذا كيصب في البحر الأبيض المتوسط وهذا كيصب في المحيط الأطلنطي يكذا هو البحر الأبيض المتوسط وهنا كينا المحيط الأطلنطي آآ طبعا هالجاوب ديالها اذا نهر يصبو في البحر الامنوزيكيه نهر ملوية نهر يصبو في المحيط الاطلانتية عدنا نهر امر رابع وتنسيف او سوس جموعة منه انهار هنا عدنا قل لك ارس سمي نهر دائم جريان واخر جريانه موسمي عدنا نهر دائم جريان ها طبعا الرمز ديال دائم الجريان وهذا الرمز ديال موسمي اذا ها هم دائم جريان هذا دائم جريان دائم جريان وهذا هو متقطع احنا او لا طبعا تهنايا هو متقطع بشي باليناه نهر دائم جريان عدنا اسبوء بالقراق عمر رابع تنسيف جريان موسمي نهر دائم سقي الحمراء نعود الى الخارطة ونشوفها نعم دبا ارصدوا من الجدوال الترو المائية التي توفيرها الأنهر ها هي هذه طبعا بالمتر مكعب ثاني اذا اسبوع عنده مئة وسبعو تليسين وكبير هذي وامر رابع مئة وسبعطاش وملوية خمسين وابير اقراق ثلاث وعشرين مطلوب ونحصبه المجموع ديالها اه اه طبعا ها هي سبوع عندنا مئة وسبعو تليسين متر مكعب ثاني اامر رابع مئة وسبعطاش متر مكعب ملوية خمسين متر مكعب. اذا المجموع كميات الماء التي وصلت الى المصب. الانهار هي هذه. هذه هي مجموع كميات الماء التي وصلت الى المصب. اه نعم هنا اتساءل حول ماء المياه النهرية التي لم تسئل المصب. هل طبعا شقالة بخور ام ترسبت الى مياه جوفية ام موظفات في السقي والصناعة ام موظفات في استعمال منزلي او في الترفيس انا ارى طبعا اه من خلال نشاط الموالي انتعرفوا على معنى السد ومجالات استعماله ارصدوا عناصر السد اطلاقا من الصورة والجدول. هالصورة عندنا بحيرة السد العناصر ديالها منشأة لحجز وتدبير طبعا الحقينا ثم موقع مناسب. اذا ما العناصر الاساسية. هما اللي في الجوال لدينا منشأة حاجز اه موقع بحيرة. هاد منشأة يقاوم مشد الضغط المائي. والموقع ضمنه بنية صخرية صلبة طبعا تقاوم الضغط. بحيرة توجد في حوض نهري يزودها بالماء طبعا الحوض نهري يزودها بالماء بكيفية مناسبة ومستدامة. اذا عندي له تعريف لطبعا اه رصد عناصر السد من الصور الجوال قلنا منشأة لحجز وتدبير حقينا محيرة الساد موقع منازع هذه حقينا. تعريف السد. السد هو منشأة او انشاء هندسي يقام طبعا لحجز المياه في موقع مناسب اذا ضمنوا بنية صخرية صلبة تقوم الضغط. هذا طبعا هنا من الجدول وقمنا بتعريف ديره. اه طبعا من الخارطة سنرصده. طبعا بعد السدود ها هي. ها هما دلونا هنا يسد واحد واحدة الوحدة على الفازي موحنه. لهما طبعاblo consistsinder الخارطة. اذا ما uno هو المخازين. طبعا لي جوج يحف في الشمال الغربي وطبعا جوج الذي هو سل وحدة وهكذا هما ظال ارقام كنتEND او في موقع ديارا. إذن هذه هي أهم السدود لكينا مثلا هو المنصور الذهبيت سعودي هو المسيرة بيلويديان عشرة نبحث عنها عشرة بيلويديان ها هو وهكذا إذن حددنا بعد السدود مجالات استعمال ديالو مصدر للطاقة الكهربائية أو تولي الطاقة الكهربائية الضيء أو السقي وطبعا الاستعمالات اليومية الاستعمالات اليومية أتعرف مجالات استعمال الماء مع العناية بترشيد ديالو خاصة برزو أهمية السد عبر مقارنة المشهدين بالوثيقة رقم واحد الوثيقة رقم واحد الوضع الفلاحي والعمراني قبل بين السد شوف كانت الوضع كدير ثم بعد بين السد إذن كانت في المشهد الأولاني الأرض قاحلة ضعف الإنتاج الفلاحي بنايات قادمة عدم استغلال أراضي الفلاحية بالنسبة للمشهد الثاني إنتاج فلاحي جيد اعتماد الزراعة الساقط جهزات حديثة هو اللي شنافت المشهد هذا طبعا كنا هنا مرضودية تكون جيدة مرضودية جيدة جيدة من مراهة إذن هنا أبين دور السد كمنشأة تنموية وابريز أهمية ترشيد مياهها إذن دور السد هو إنتاج الطاقة الكهرمائية الكهرمائية الراي إنتاج فلاحي مطوير يعني إذن أرصد اختلالات قد تطالو التروة المائية بسدود هنا هي الاختلالات التي تطالو بالسدود طبعا تطالو بالتروة المائية بسدود إذن هناك بعد ذلك توحل السدود قلة تساقطات تلوث والاستعمال مفرد للماء استعمال مفرد للماء يعطى نفس سؤالك ما معنى توحل السدود توحل السد طبعا معنى توحل السد وأبين علاقته أول حالة تعريف متوحل السد ترصب كمية من الوحل طبعا الغيس في بحيرات سدود أو نقول تعريف آخر التراجع التدريجي ساعة تخزين حقينة السدود يعني ما تبقى التراجع ديال ساعة تخزين حقينة السدود علاش بفعل تراكم الأوحل تراكم الأوحل الذي هو نتيجة حتمية لظاهرة جرافة طربة إذن جرافة طربة تؤدي إلى طبعا تراكم الأوحل في السد مما تراكم كي تكون عدنا التوحل علاقة التوحل سدود نجرة بالتربة نكبر الصورة عدنا امتلاء السدود بالتربة مرضودياتها الاقتصاد طبعا دي الاقتصاد وعملها في الانتاج في خزن المياه في خزن المياه وانتاج الكهرباء إذن امتلاء السدود بالتربة هولي كيعطينا كي يقول لنا طبعا كي تتقلص المرضوديات الاقتصاد بمعنى أن السدود كي تقول لي فيها التوحل وبالتالي كي تتناقص كمية الماء في السدود هنا ما أثروا إطلاف غيطاء النبات على السدود وكي تكون ثم توحل السدود هنا أرجعوا لخاذك الوثيقة هيا وعنقشوفوا الوثيقة اثنان ثم الوثيقة الثلاثة والوثيقة اربعة هنا تلوث مياه النار جراء غسل الجلود من أجل تصنيعها فاس إذن تلوث مياه الانهار هنا خطورة تلوث الماء تدديل استفحال عندها عدم الوعي بها عدم الوعي بالخطورة وهذا الثلاثة الماء هنا تم طمئنة السكن على عدم تلوث مياه هذا السدود إذن في الوثيقة رقم جوج عن حده مظاهر تلوث الانهار سوء للصورة جوج تلوث مياه النار جراء غسل الجلود من أجل تصنيعها تلوث الماء بسبب عدم الوعي بخطورة تلوث المياه سوأ أربعة عدم تلوث مياه السد يعني طبعا حمايتها أمثل عن سلوكات وإجراءات الحفاظ على الماء مطلوبا في سؤال تمام المرأة قال لك أعطي أمثل عن السلوكات أو إجراءات الحفاظ على الماء والبيئة في حيات اليومية إذا شخصا نديره التحسيس والتوعية بواقع المخزون المائي أمر ضروري ضروري الحسوء الساكنة بواقع المخزون المائي أمر ضروري تغيير سلوك التعامل مع السهلاك الماء والمساهمة في الاقتصاد في هذه المادة الحية أو الحيوية إذن تحسيس التوعية بواقع المخصوص المائي تغيير سلوك التعامل في استيلاك الماء يعني الاقتصاد في استعمال الماء طبعا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه